اشتركوا في القناة هناك كثير من المشكلات التي تواجه الإنسان في حياته ومنها ما يعرف بالمشكلات النفس الاجتماعية سنتكلم أو سنعرف ما هو المقصود بالنفس الاجتماعية ولكن قبل كل شيء نتكلم عن الرأي العام شو يعني معنى الرأي العام؟ يعني الرأي العام رأي الناس وهو يعتبر من أهم دعائم الديمقراطية في المجتمعات بمعنى أن المجتمع الديمقراطي هو الذي يسمح للرأي العام أن يعبر عن نفسه وعن وجهة نظره تجاه قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية يعني رأي الناس في كل شيء في السياسة وفي الاقتصاد والاجتماع للرأي العام مفاهيم مختلفة منها كلمة الرأي تعني الاعتقاد والتدبر وكلبة العام تشير للعام عموم الناس من كل أمر وهي اسم جمع للعام مع عكس الخاصة يعني راحضوا فيه تعريفات عديدة ومختلفة هو الرأي الساعد أو الغالب في مجتمع معين تجاه موضوع يهم أكبر عدد من الناس وذلك في زمن معين أو هو مجموعة من الآراء والأفكار التي يعبر أو يعبر عنها أفراد المجتمع إما من تلقاء نفسهم أو بناء على دعوة توجه إليهم تعبيرا مؤيدا أو معارضا لحالة محددة أو شخص معين أو اقتراح معين يعني هو حكم الجماهير على عمل أو حادثة أو نشاط في المجال الداخلي أو الخارجي المحلي أو العالمي وهو التعبير عن اجتماع كلمة الجماهير لذلك يعتبر الرأي العام صوت الجماهير وإرادة الشعب ويمثل الرأي العام صورة من صور السلوك الاجتماعي الموحد للأفراد لأنه ينتج عن التفاعل بين الأفراد في المجموعة والأخذ والعطاء الحاصل بينهم بخصوص قضية ما يعني إحنا في حياتنا اليومية بتواجهنا كثير من قضايا رأي العام مثلا لو ارتفع سعر استوانة الغاز بنلاقي أنه الرأي العام يتحدث عن هذا الشيء لو حدثت مشكلة معينة في البلد بنلاقي أنه كل الرأي العام يتحدث عنها مثلا التطبيع بين الدول العربية والإسرائيل هذه القضية تشكل رأي عام والناس كلها تدلوا بدلوها في هذا الاتجاه حول غلاء الأسعار حول ارتفاع اللي هو زيادة المغور وما إلى ذلك يعني كل قضية بتشغل الناس سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بتمس الرأي العام بنسميه قضية الرأي العام الرأي العام له هو عبارة عن أنواع فيه رأي عام شخصي أو فردي وهو الرأي العام الذي يكونه ويعتنقه الفرد حول مشكلة معينة ولا يشاركه الآخرين فيه أو الآخرون فيه الرأي الخاص وهو رأي يكونه الفرد ويحتفظ فيه لنفسه ولا يبوح به خشية تعرضه للضرر ويظهر تأثير الرأي العام في حالة الانتخابات والاقتراع السري يعني لما نروح ننتخب إحنا بكون الاقتراع هو عملية سرية يعني ما أحد يعرف شو أنت بتحط في الصندوق وهذا الرأي يصعب قياسه وذلك لعدم رغبة أو مقدرة الفرد أو امتناع التصريح به لأسباب شخصية أو سياسية أو اجتماعية نتبع تبروه حرص وخوف هذا بسموه الرأي الخاص رأي الأقلية وهو الرأي الذي يمثل أقل من 50% لا عدوا لو يجبنا في الامتحان الرأي الأقلية هو الرأي يمثل أقل من 50% في الصح أو غلب من أعضاء الجماعة وهو رأي له أهميته وبصفة خاصة إذا كان لا يعارض رأي الأغلبية أو إذا كان معتنقوه من أهل القوة التأثير رأي الأغلبية وهو تجمع وتكرار الرأي الشخصي لأغلبية الجماعة الفاعلة ذات التأثير ويمثل ما يزيد عن 50% يعني رأي الأقلية أقل من 50% ورأي الأغلبية أكثر من 50% عن شان هيك بقولوا أن الأغلبية هي التي تحكم الأقلية ويجب أن يعني تنصاع الأقلية لرأي الأغلبية الرأي العام في عنا اسمه الرأي العام الوقتي نوع منه تصنيف وهو الرأي الذي يظهر حيال مشكلة وقتية وهو غير مستمر ويتأثر بسهولة من خلال وسائل الإعلام والدعاية والإعلان والشائعات يعني لو حصلت مشكلة في البلد هذا بيسمه رأي عام وقتي وبينتهي يعني بمر عليه أسبوع أو يومين أو ثلاثة وبعدين ينتهي هذا الموقف في الرأي العام الفعلي وهو الذي يتحول إلى سلوك فعلي واقعي كأحداث تغيير اجتماعي أو إضراب أو ثورة أو مظاهرة يعني ثورة 25 يناير هي الرأي العام الفعلي لأنه صارت مظاهرة أو إضراب وثورة الرأي العام الرائد أو القائد وهو الذي يمثل رأي الأفراد ذوي التأثير والنفوذ من القادة والصفة والعلماء وهو رأي يؤثر في وسائل الإعلام والدعاية الرأي العام القائد عشان هيك لاحلوا أنه كل الدول وكل الحكومات بتخاف من الرأي العام ليش بيحاولوا أنه أي قضية يعني مثلا تجتاح الفيسبوك وتتحول إلى قضية رأي العام بيلاقي أنه الحكومات تقف في وجهه وممكن تعتقل الناس اللي يعني بيعملوا أي قضية بتمس الحكومة لأنه بيخافوا يتشكل رأي عام وهذا الرأي العام ضاغط في الدول الأوروبية أو في الدول الديمقراطية الرأي العام بقيل الحكومة بسرعة شو هي مظاهر الرأي العام الثورات المظاهرات العام اختلاق الشائعات الندوات والاجتماعات الامتخابات برقيات وسائل تأييد المعارضة المقاطع الاستهتار الإضراب عن العمل الاعتصام كل هذه رأي عام ضاغط على الحكومة لتحقيق هدف معين كيف يتكون الرأي العام الرأي العام يمر الرأي العام بعدة مراحل تصحب القضية على النحو التالي أول حاجة نشأة المشكلة يعني قد يكون مصدر المشكلة مشروع عام أو نقص سلعة أو نشوب حرب أو التعرض لكارثة يعني زي ما أقولك مسألة التقاعد المالي للموظفين الحكوميين هذه بتشكل رأي عام تلاقي كل الناس نشأة المشكلة أدركنا المشكلة تعرفنا عليها الاستطلاع من خلال المناقشة يعني خطورة المشكلة والوقت المناسب لعملية مناقشتها وتطلع الجماعة بأمل إلى أمكانية التوصل للحل مثل يعني في المجالس والقهاوي والدووين وغيرها وضع ورصد المقترحات لا يزبق أن نحط مقترحات خاصة لحل المشكلة من خلال عمليات المناقشة بعد الأراء بتم كذلك تكوين الرأي العام صراع الأراء يعني بتختلف الأراء حول قضية معينة تبلور الأراء حيث تتم التسوية بين الأراء المتصارعة ويحدث تبلور للأراء بحيث يكون مؤيدة أو معارضة أو محايدة طب يعني كل بنصاع يعني زي ما يقول لرأي الأغلبية ورأي الأقلية في الآخر بيصل الاتفاق للجماعة حيث تتفق الجماعة على الرأي الأكثر قوة واعتدالا واقعية ويصبح هو الرأي العام للجماعة وهو وقد تعبر الجماعة عن هذا الرأي في صورة سلوك جماعي مثل المظاهرات أو للطربات أو الاعتصامات كمان طيب ما هي قوانين الرأي العام الرأي العام له قوانين الرأي العام شديد الحساسية والتأثر بالنسبة للحوالة الهامة لا يستقر الرأي العام على وضع معين إلا بعد مرور فترة من الزمن حتى تتضح الأمور السياسيين بقول الرأي العام هو عبارة عن رمال متحركة يعني الرمل لما يعني يأتي تأتي الرياح على الرمل بتلاقيه بتحرك الرمل وبتكون بعد فترة بتلاقيه بتكون في منطقة ثانية وهكذا زي الرمال متحركة بتتغير يعني إن تأثير الرأي العام إن تأثر الرأي العام بالحوادث أكبر من تأثري بالكلمات يعني الحوادث الحادث لما تقع أكبر يعني الواحد لو أظله يحكي 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 على فيسبوك كتير محدش مهتم فيه لكن اعمل اعتصام أو اعمل اضراب تلاقي إنه الكل بتحرم يتقرر الرأي العام بتتغير كلما شعر الأفراد أنه مصالحهم مهددة يعني حسيت إنه مثلا في ضعف في الرواتب أو في ظلم تلاقي إنه الرأي العام هو اللي بيحرك الناس كيف يقاص الرأي العام يقاص الرأي العام بثلاثة طرق رئيسية الاستفتاء والمسح الميداني تحليل المضمون شو هي خصائص الرأي العام إنه استجابة لوقاع معينة وعن حالة فكرية أو وجهة نظر جماعية سواء ظاهرة أو كامنة يتصف بالتحرق والثبازم قلنا متحرك والثبات النسبيين لا يمكن الاعتماد على الرأي العام ما لم تدعمه حقائق وتتوافر له الحرية في المناقش وأن يستند إلى الواقع نعم أثر الرأي العام في سلوك الأفراد يتحدد الرأي العام أو يحدد الرأي العام نشاط وسلوك الفرد والجماعة فيما يتعلق بالأمور العام ويتضمن اشتراك الناس فيما بينهم من معتقدات وآراء مما يوحد بينهم في السلوك الاجتماعي يتأثر سلوك القادة بالجماعة والمجتمع باتجاهات الرأي العام يعني القادة لازم يسمعوا رأي الناس لذلك يهتم القادة باستطلاع الرأي العام بطرق كثيرة منها عملية الاستفتاء ليطرح أسئلة يعتبر الرأي العام قوة تنبه المجتمع إلى موضوع الدال خطر يعني زي ما بقولوا أنه الناس بتحكي الناس بتحكي الناس بتحكي يبقى كل ما حكت الناس هذا منعتبره أنه رأي عام يرفع الرأي العام أو يخفض مكانة الشخص يعني إذا الناس اتفقوا على شخص معين ترتفع إذا ما اتفقوش عليه فبتنخفض تساعد المعرفة باتجاه الرأي العام في التنبأ وسلوك الفرد والجماعة إذا مشاكل حياة يومية تعتبر معرفة الرأي العام الحر في الشعب أولى خطوات الديمقراطية يعني إذا سمحوا لك أنك تعبر عن رأيك فهذه تعتبر أولى خطوات الديمقراطية لأنه جيد أن تسمعني وجيد أن أسمعك لأنه في النهاية الإنسان ليس بمنزل هو بني آدم تعديل الرأي العام تستخدم تعديل الرأي العام تستخدم عدو الطرق والسليب في تعديل الرأي العام وهي متشابهة مع طرق تعديل الاتجاهات أولا تغيير الإطار المرجع للفرد والجماعة تغيير موضوع الاتجاه من خلال تغيير المواقف أو المسألة التي تكون الرأي حيالها أو تكون الرأي حيالها استخدام وسائل الإعلام بجميع أنواعها في عملية التعديل تلعب الأحداث الهامة دورا رئيسيا في عملية تعديل الرأي العام وكذلك المناقشات والقرار الجماعي يعني أنا بد أقول لكم عملية الهاشتاج هي عبارة عن رأي عام يعني لما ندفق نقول لك نعمل هاشتاج على شيء معين يعني بدنا نعمل مثلا في ناس ضد أنه جوال ترفع الأسعار وضد الاحتكار وضد فكل الرأي العام بيكون يتحدث حول هذه المشكلة الآن بنأتي إلى بفهوم المشكلات النفس اجتماعية يعني لاحظوا كلمة نفس اجتماعي أو النفس الاجتماعية المشكلات النفس اجتماعية هي عبارة عن حالة الخلل والارتباك وعدم القدرة على التفاعل السوي في المواقف والعلاقات الاجتماعية والشخصية وهكذا طلابي الأعزاء تنتهي محاضرتنا هذا اليوم ان شاء الله في محاضرة قادمة اتمنى لكم النجاح والتوفيق وشكرا